القطار الكهربائي السريع ده مشروع مهم جداً هيئة الطرق والكباري متكفلة بي وبتعمل دور مهم جداً في عملية تنفيذه عادينا نشرح أولاً إيه أهمية المشروع ده ككل؟ طيب هو مشروع القطر الكهربائي السريع هو فعلاً مشروع ضخم وهينئل نقل الجماعة في مصر نقلة تانية خالص المشروع ده عبارة عن ثلاث خطوط الخط الأولاني العين السخنة مرسى مطروح مروراً بالعاصمة الإدارية وستة أكتوبر برج العرب العالمين الجديدة مرسى مطروح طوله حوالي ستمائة كيلو أو ستمائة عشرين كيلو ده الخط الأولاني الخط التاني ستة أكتوبر أسوان مروراً بكل محافظات السعيد هيمشي فين؟ ستة أكتوبر أسوان ستة أكتوبر أسوان طوله تسامية كيلو طويل آه هيمشي غرب الطريق السحراوي الغربي ده تسعمية كيلو هناخدهم في قد إيه؟ السرعة التشغيلية للقطر أو تصميمي 250 تشغيلي 230 يعني حوالي أربع ساعات ستة أكتوبر أسوان أربع ساعات ده حوالي أربع ساعات حلو آه يعني أنا راحي نسكندرية بالضبط في الخط الثالث سفاجة الغردقة إنا هيربط مع الخط الثاني في إنا وده لخدمة البضايع والسياح الاثنين بحيث اللي موجود في الغردقة يقدر يروح لأسر يعني المسافة حوالي دي قناة سويس تانية بس مشي على الأطباط بالضبط كده بالضبط أنت قلت الخلاص هي قناة سويس تانية بس على خدمة نقدر ننقل أي بضاعة أو أي راكب كده احنا تقريبا ربطنا معظم الجمهورية طيب القطر السريع كركاب طبعا هيفرق كتير في الوقت وفي المستخدم بتاعه اللي بينتقل من مكان لمكان أكيد هتفرق كتير اللي بيروح لإسكندرية النهاردة هيروح في الساعة هيوصل بالضبط كأني راحها مثلا من أكتوبر لمدينة ناصر بالضبط فخلاص بها وهتبقى وسيلة نقل راقية وحضرية وسعرها لسه متحددتش السعر الحقيقة بس المفروض أنه هيبقى في متناول المواطن العيد آه إن شاء الله بإذن الله يعني هيبقى إن شاء الله هتبقى طبعا في متناوله يعني أكيد إن شاء الله بإذن الله يعني هتبقى حاجة جميلة حقيقة يعني وبالخلاف كده نقل البضايا أو المناطق اللوجستية اللي هتبقى موجودة على على الخطوط برضو القطر ده اللي هيبقى فيه تدول بضايا على المصارب عارف حضرك ده هيشجع ناس كتير ما تجيش بعربياتها يعني الناس اللي بتشتغل أو بتتنقل كتير ما بين القاهرة وإسكندرية أكيد هيشجحهم إنهم يسيبوا العربيات ويركبوا القطر هو لو وسائل النقل الجماعي تكملت مع بعض الناس هتستسعي للموضوع وخصوصا أنها لو انضبطت في التوقيتات عارف حضرتك الصورة في أوروبا لما بنلاقي حدف مثلا في وسيلة نقل جماعي وبيبقى كده برينس كده في نفسه بالزبط وقاعد في وسيلة الشيك وفيها كل إن شاء الله هنوصل لك ومسك الكتاب أو الجورنال وقاعد بيقرأ إن شاء الله هنوصل لكده إن شاء الله هنوصل لكده وإن شاء الله هتشوفوه يعني على مدار الفترة اللي جاي حنا طبعا بدأنا فعلا في الخط الأولاني اللي هو من العين السخنة للعاصمة أكتوبر مرسى ما تروح شغاليه دلوقتي في شغل الجسر الترابي والشغل الكباري والمحطات بدأت تظهر من فوق الحياة بدأت تظهر خلاص يعني المحطات بدأت تظهر وإحنا بصدد دلوقتي إن احنا نبدأ إن شاء الله في 6 أكتوبر أسوان خلاص حلو 6 أكتوبر أسوان اللي هو أشرف عطي وكام بيقول على يعني فعاليات كتير في الفترة الجاية يلا بقى هتروحوا بصول أسوان 4 ساعات من أكتوبر لأسوان دي حاجة يعني فاخيرة